الكشري الحلو الترند الجديد عملته اقتصاديه بمكونات كلها في البيت والطعم فوق الخيال من اجمل واحلى والازل وصفات اللي انا عملته على القناة عايز اقول لكم وصفة سهلة اقتصادية والطعم بجد ميكس خطير ميكس لذيذ جدا انا بصراحة مش قادر ابطل اوقف ان انا اكل احلى كشري حلو دوتو في حياتي شايفين يا جماعة مكارونا شعرية لوتس بص يا جماعة عاملين ميكس فوزيع جدا عايز اقول لكم من اجمل واحلى الوصفات اللي انتم ممكن تشوفوها في حياتكم اتمنى من حضراتكم تقدروا مجودنا تدوسوا بس لايك للفيديو تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرسها الكل علشان يوصل لكم كل ما هو جديد يلا كده مع بعض نبدأ على بركة الله الفيديو اول حاجة محتاجين حل اي حل عندكم هننزل فيها بكوب بيتين من المكارونا اي نوع مكارونا عندكم ممكن اللي هي الخواتم الصغيرة اللي اسمه الرينجز او المكارونا اللي هي زي اللي انا استخدمتها اللي هي مكارونا الكوع وبعد كده هنبدأ ننزل عليها بالمية المغلية هنروح نسلقها على النار ونركز في باقي التفاصيل هنجيب حلة تاني وهنضيف فيها معلقة كبيرة من الزبدة او السمنة وبعد كده هنبدأ ان احنا نسيحها وهننزل عليها بكوبية من الشعرية بس كده يا جماعة انتم متخيلين الوصف عاملة ازاي؟ سهلة جدا جدا وبعد كده هنرش عليها كده رشة بسيطة خالص من الملح علشان الشعرية يكون لونها موحد واول ما الشعرية تبدأ تتحمر معايا زي ما حضراتكم شايفين بالشكل ده هنبدأ بقى نركز مع بعض كويس جدا هننزل عليها بكوبيتين من المية المغلية لازم المية تكون وصلة لدرجة الغليان زي ما حضراتكم شايفين وما ينفعش نحط عليها مية بردة خالص هنضيف كوبيتين كبار من المية المغلية بس كده وبعد كده هنبدأ ان احنا نقلب بقى ونحطها على نار منخفضة خالص لغاية ما الشعرية كده تبدأ تشرب المية بتاعتها وكمان تستوي وده يا جماعة شكل الشعرية بتاعتنا بعد ما استوى والمكارونة بتاعتنا بعد ما تسلقت وحاولوا يا جماعة ما تخلوش المكارونة تتسلق قوي يعني يخلوه كده فيها عضة بسيطة لان احنا هنعمل كشر حلو بعد كده بقى هنجيب يا جماعة حلة وهنبدأ نضيف فيها كوبيتين من الحليب اللي هو اللبن وكوبيتين من المية ممكن تستبدلوهم باربع كبيات من الحليب ممكن تخلوهم اربع كبيات من المية زي ما انتو حابين انا عملت نص مية ونص حليب وبعد كده هنضيف اربع معالق كبار من النشا اللي هي نشا الدراء ممكن تستبدلوها باربع معالق كبار من الكاسترد وبعد ما هنقلب كويس جدا هنضيف ربع كبية من السكر ولو حابين انه يكون مسكر قوي ممكن تخلوه نص كبية حسب الرغبة انا بصراحة ضفت ربع كبية وبعد كده هنبدأ نقلب لغاية ما يبدأ ان هو يتماسك ويبقى بالقوام اللي حضراتكم شايفينه ده بعد كده بقى هنجيب المطحنة بتاعتنا وهننزل فيها بربع كبية بس من السكر هنطحنه كويس جدا وهننزل على الشعرية بالشكل اللي انتو شايفينه ده ساكتين ليه ما تصلوا على النبي اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بس كده جماعة بعد كده هنجيب بولة وهنبدأ ننزل كده بنص الكمية من المكارونة وهننزل عليها بتلت كبشات كده من المهلبية بتاعتنا بالشكل ده هنجيب بقى علب الكشري بتاعتنا وهنبدأ ننزل كده اول حاجة اول طبقة بكبشة من المكارونة بالصوص الجميل اللذيز اللي حضراتكم شايفينه وعايز اقول لكم الكامية دي ما شاء الله عملت اربع الى خمس علب من الكشري وبعد كده الطبقة التانية هننزل بالشعرية بتاعتنا اللي طبعا حطينا عليها السكر بالشكل اللي انتو شايفينه ده وبعد كده بقى هقول لكم هنعمل ايه بعد كده هنجيب اي بسكوت سادة عندنا ونبدأ ان احنا نطحنه في المطحنة كويس جدا وبعد كده بقى هنبدأ ان احنا نرشه كده على الشعرية عايز اقول لكم بيدي طعم جميل جدا جدا للكشري بتاعنا عايز اقول لكم الكشري الحلو ده بصراحة هتدمنوه وبعد كده هننزل بقى شوية المكارونة اللي هم احنا ما حطناش علهم الصوص بتاعنا هنحطهم كده على الوش زي ما حضراتكم شايفين وبعد كده هنبدأ ناخد كده رشة بسيطة خالص من المهلبية بتاعتنا فوق المكارونة بالشكل اللي انتو شايفينه ده عايز اقول لكم يا جماعة الوصفة انا من كتر جمالها بصراحة مش قادرين كلنا ما شاء الله عملين ناكل فيها ومبسوطين منها جدا وبعد كده هنرش بقى رشة كده من البسكوت تاني او الجسد الهند زي ما انتو حابين واي صوص عندكم صوص فراولا اي صوص عندكم شوكولاتة بيضة سودة اي حاجة انتو بتحبوها وبعد كده اي بقى بسكوت سادة عندنا اللوتسي اللوتس اي حاجة انتو بتحبوها هنبدأ ان احنا نزين بالشكل دوت عايز اقول لكم من اجمل واحلى الوصفات اللي انا عملتها على القناة كشري الحلو يا جماعة الترند عملناه من غير افتكاسات ومن غير اشتغالات وموفر واقتصادي وعايز اقول لكم الطعم ممتاز جدا جدا ما تنسوش تصليوا على النبي سلام اشتركوا في القناة